للمزيد من المتابعة ورحب ضيفي الكريم الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أهلا بيك أستاذ طارق تحيات لحضرتك وللمشاهدين الأكارم أهلا بيك فنم لعل حضرتك كما تبعت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح هذه القمة طوف حول أهم ملامح المشاكل المتجذرة في المنطقة العربية في مقدمتها قضية الفلسطينية طبعا مشكلة الإرهاب مشكلة الهجرة وغير ذلك لم يكتفي السيسي بهذا فقط بل قدم ما يشبه رشدة علاج أو خطة عمل لمواجهة هذه المشاكل فذا كان لحضرتك يعني أيضا تؤكد أو تعيد التأكيد على بعض النقاط المهمة من وجهة نظرك كما جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جميل كما تفضلت حضرتك بالفعل يعني سيد الرئيس السيسي أكد في نقاط رئيسية على يعني موجات عدم الاستقرار التي ضربت بأطنابها العالم العربي أثرت يعني سلبا على أوضاع الداخلية وامتدت هذه الأثار الوقيمة إلى الدول الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي متمثلة في يعني الإرهاب الأسود وفي تدفقات هجرة غير شرعية أثرت على يعني المشهد السياسي والإستقرار في العواصم الأوروبية بصعود طيارات يمينية شعبوية يعني اعتلت تلك الحكومات وغير ذلك من مدار يعني أثرت في الاتحاد الأوروبي قولا واحدا وأكد السادة الرئيس بالفعل أن قضية العرب القضية المركزية الأولى ستظل هي القضية الفلسطينية ما سمي بالربيع العربي أو القراب العربي أثر على هذه القضية وجعلها تتراجع ولكن ستظل هذه القضية هي القضية الأساسية ومفتاح استقرار هذه المنطقة فيكون نتيجة يعني التوصل إلى حل هذه القضية بالتوافق ويعني تطبيق قرارات الشرعية التولية كما أشارت يده يعني عمره من عمر منظمة الأمم المتحدة وأن هذا الأمر سيلقي بطلاله على استقرار المنطقة لأن القضية الفلسطينية فتحت الباب على مصرعي ديين وللمتشددين وللدول الدور الإيراني أنه يتدخل في العوام المتحدة ويصيبه بالقلاقل والميليشيات أنها تبقى متوددة وتبقى نتدا بنتد برأس الجيوش النظامية في المنطقة العربية نحن حزب الله في لبنان شايفين الحوثي في اليمن نحن حجد الشعبي في العراق وغير ذلك يعني من المشكلات نتيجة عدم حل القضية الفلسطينية طيب إلى أي مدى يعني قبل أن نغادر مسألة القضية الفلسطينية لأنه واضح حسب رأيي الكثير من المحللين السياسيين أنه كثير من مشاكل المنطقة أو أزمات المنطقة تصب أو ترتبط بشكل أو باخر بالقضية الفلسطينية برأيك هل في هذا التوقيت الذي نعيشه العقلية الأوروبية والغربية قناعتها مختلفة أو تغيرت تجاه القضية الفلسطينية أم يبقى الحال كما هو عليه لأنه التاريخ علما على امتداد هذه الأزمة هذه المشكلة أنه الغرب منحاس دائما إلى إسرائيل يعني أتصور أنه يعني جرت كما يقولون يعني تحت الجسور نياه كثيرة تمثلت في يعني تباعد في وجهات النظر ما بين ضفتي الأطلان في الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة يمكن أن اختلف مع حضرتك قليلا في دول قديمة في الاتحاد الأوروبي ولها وضعياتها يعني كفرنسا وإيطاليا وإستانيا وبريطانيا يعني وألمانيا دول متفاهمة للقضية الفلسطينية ومتبنية لكنها غير مؤثرة وسستار يعني عادة الإسرائيل دائما تستمع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة كبيرة جدا هي المؤثرة في هذا الأمر فربما عندما نتحدث عن الغرب ربما نعني في المقام الأول الولايات المتحدة بشكل أكثر من دول أوروبا لذا كانت أهمية هذا اللقاء وهذه القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد دلوقتي في مدينة شرم الشيخ يعني تلاقي ما بين ضفطي البحر المتوسط يعني تداعد ما بين ضفطي الأطلنطي الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الأوروبي وتقارب أكثر ما بين ضفطي البحر المتوسط ما بين منظمة جمعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لأن ما يجمعهم أكبر بكثير وتعاون وأفق للتعاون السياسي والاستراتيجي ومشاريع اقتصادية وتنموية تجمع ما بين يعني هاتين الكتلتين الكبيرتين الأوروبية من جهة والعربية من جهة أخرى وأتصور أن يعني ضرورة بأحل حالة هذه القضية ووجود يعني دولتين والانصياع لتلك القرارات قرارات الشرعية الدولية ضروري جدا لتحقيق استقرار هذه المنطقة عايز يعني في هذا الصدد يعني أشير سريعا يعني فيه تباع كبير رهيب وهو صحيقة ما بين الرؤية الأمريكية ورؤية الاتحاد الأوروبي في كثير من القضايا العالقة في هذه القضية في نقل الاسفارة للقدس في موقفهم من الاتفاق النووي الإيراني لكن لعل السؤال الأهم وعتذر لمقاطعة حضرتك فقط لضيق الوقت يعني أنا مدرك تماما حجم أهمية النقاط الحرك بتؤكد عليها لكن لعل السؤال الأهم دلوقتي إلى أي مدى يمكن الاتحاد الأوروبي أن يكون ضاغطا أو مؤثرا أو فاعلا في خدمة القضايا الفلسطينية حسب المصالح العربية أو الرؤى العربية أو على الأقل بشكل محايد ما بين الطرفين لأي مدى يمكن أن يلعب دور مؤثر يغنينا عن دور الأمريكي يعني إن كان لدور الأمريكي دور ما زال فاعلا ونافذة إلا أن صعود قوة أخرى جديدة وأقصاب جديدة متمثلة في الاتحاد الأوروبي متمثلة في روسيا الاتحادية متمثلة في فلسطين يعني هذه أقصاب جديدة قد تلعب أدوارا أو تحاول يعني تحدث شيئا من التوازن مع دور الولايات المتحدة الأمريكية وكما قال قبل ذلك نزير الخارجية الروسي إن كان يعني دور الأمريكي لا تبيل الاستغناء عنه لكن من الممكن أن يتسع المقام لأدوار جديدة يقصد دور روسي دور صيني أو دور أوروبي أتصور أن هذه الأدوار يعني أدوار مهمة وتصد في النهاية في تحقيق هذا الاستقرار ليس فقط استقرار المنطقة العربية بينما استقرار العالم عندما تستقرر المنطقة العربية فهو استقرار للدول الأوروبية ومنع نزوح مزيد من اللاجئين وتتحقق الزر الشرعية على خلفية كل هذه الأحاديث سيستار يعني بين الحين والآخر نسمع عن صفقة القرن صحيح ما فيش حاجة واضحة أو ثابتة أو مجسمة فيما تعلق بهذا التوصيف إلا أنه بين الحين والآخر يثار الحديث حول ما يسمى بصفقة القرن قناعت حضرتك تجاه هذه الفكرة أو هذه الأطروحات إيه؟ يعني صفقة القرن وإن كانت شبحاً ولم يتحدث بعد ملامح تلك الصفقة إلا أن هناك ثمة إراثات تتمثل في أمريكا عندما تفعل قرار الكونجرس وهو كان صادر من أكثر من عقدين من الزمن بنقل السفارة الأمريكية من فل أبيب إلى القد ويأتي دونالد ترامب ويفعل هذا القرار فهو يعني ملمح من ملامح صفقة القرن عندما يتم إغلاق منظمة السلطة الفلسطينية في واشنطن فهو ملمح من ملامح هذه الصفقة عندما يتم تضييق الخنالق على السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات وتخفيض المساعدات المالية لهم ومنظمة الغوث اللاجئين الفلسطينيين فهو ملمح من ملامح هذه الصفقة أدوار أمريكية تشهد حياز كامل للجانب الإسرائيلي وكأن الإدارة الأمريكية هي صهيونية أو إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين مضطر هنا أعيد ذات الفكرة على حضرتك مرة تانية يعني كلام حضرتك الأخير ده يؤكد ما ذهبت ليه لأنه إسرائيل لا تستمع إلا للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة كبيرة جدا أو بمعنى آخر أوراق اللعب أو معظم أوراق اللعب في يد الجانب الأمريكي فعلى ما نعول مع أوروبا صحيح حضرتك أشارت إلى أنه فيه لاعبين جدد ومؤثرين ربما على الساحة بشكل أو بآخر لكن ربما لن يصلوا إلى نفس تأثير الجانب الأمريكي من الممكن أن يكون ذلك التأثير متواجد بجانب التأثير الأمريكي ذلك أن الأراضي السورية هناك لاعبون هؤلاء اللاعبون الإقليميون والدوليون يستطيعون أن يمارثوا أدوارا لها تأثير على إسرائيل أعني بذلك الدولة روسيا الاتحادية أتصور أن تلك المخاوف من وجود قواعد ثواريخ لدول معادية في الإقليم للدولة الإسرائيلية يعني ذلك التقارب الكبير ما بين تركيا وروسيا ذلك التقارب طبعا الاستراتيجي والتحالف المعروف ما بين الدولة السورية والدولة الإيرانية يعني كل تلك التوازنات تستطيع أن تلعب بشكل أو بآخر ويمكن كلنا يعني نستطيع التعرف على أن صفقة الباتريت متوقفة ما بين تركيا وأمريكا صفقة الـ F-35 متوقفة ولكن صفقة الـ F-400 ما بين الروسيا وما بين تركيا يعني آخذها في التشغيل وفي النفاذ يعني كل تلك الأوراق ضغطة أدوار تركية أدوار إيرانية أدوار روسية تلعب في الملعب التوني تلقي بضلالها وتأثيراتها على الدولة اليهودية طبعا لأنه في أفكار تانية كتيرة حضرك حابب تشير إليها عشان ننتهي من ملف عملية السلام في الشرق الأوسط يبقى سواء الأخير حسب متابعة حضرتك وقراءتك أيضا لمجرات الأحداث هل ترى أن إسرائيل مؤهلة الآن أو جد الآن في سلام حقيقي مع العرب لأنه كما عودتنا دائما تماطل ويعني تفاوض ثم تفاوض ثم تفاوض وفي المحاصلة نهائية يحصل العرب على لا شيء هل تعتقد أنه مع تغير تغيرات كثيرة حركة أشارت إليها في هذه المنطقة هل تعتقد أن الجنب الإسرائيلي أصبح مؤهل الآن لقبول فكرة السلام مع العرب وقيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب دولة ذات سياد على حدود عام سبعة وستين هكذا ذهب العرب في قمتهم الشهيرة في بيروت الأرض مقابل السلام الدول العربية إن كان لها موقف موحد خاصة فيما يتعلق بتلك السبيكة الرباع العربي متمثلا في مصر والسعودية والإمارات والبحرين ومن الممكن انضمام باقية الدول العربية إلى ذلك التحالف القوي واحترام المفاوض الفلسطيني والوقوف وراء المفاوض الفلسطيني وعدم القبول بأي شيء إلا بعد أن يقبل به الفلسطيني إلا أن هناك ثمت مشكلة حقيقية تتمثل في الفلسطيني نفسه الجانب الفلسطيني للأسف الشديد مقسم على نفسه رغم الجهود المصرية المكوكية من جهة المخابرات العامة المصرية وصورات الخارجية وكل تلك الدبلوماسية المصرية لكن بعد كل هذه الجهود للأسف الشديد هناك تباعد وتناحر ما بين الفلسطينيين أنفسهم تباعد ما بين غزة وما بين فتح يعني هذا التباعد ويلفي في غزة وسلطة فلسطينية موجودة في فتح تناحر هذا التناحر وعدم الاستجابة وعدم تحقيق هذه المصالحة بعد هذه أكثر من عشر سنوات بعد انقلاب غزة بعد انقلاب حماد في غزة وعدم تحقيق حتى المصالحة التي عقدت هنا في القاهرة في 2017 وإرجاء وتسويف كل يعني ذلك الانقسام المستمر وعدم الرغبة والإرادة الحقيقية الفلسطينية في أن يكون على قلب رجل واحد وقيادة فلسطينية شرعية منتخبة واحدة كل يعني يعتبر هو يعني له القدح المعلى والأثر الحركي في عدم التوصم إلى يعني حل حل هذه القضية فقبل يعني إلقاء اللوم على المعتدي دولة الإسرائيلية المعتدية التي قدمت الأراضي وتبني المستوطنات لابد أن يعني نعالج الداخل الفلسطيني الفلسطيني حتى يعني تؤتي تلك الجهود يعني أكلها كما يقولون بشكرك شكرا جزيلا صحيح القدال فلسطينية استغرقت جانب كبير جدا من حديثك لكن كما أوضحت أنه لعلى تكون مشكلة المشكلات في المنطقة شكرك شكرا جزيلا وستاذ طرق البرديسي خبير العلاقات الدولية